السلام عليكم لغزالة ديالي كديري اللبسة لكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحوال جيدة لغزالة ديالي اليوم اجبت لكم الرفيسة المغربية بالدجاج البلدي على الطريقة ديالي المهم كان نحتجو الدجاج البلدي عندي هنا يا فروج بلدي غسلتهم زيان نقيتو عندي 4 ديال البصلات عندي الزعفران شعراء خويت عليه المسخون كاس ديالي زيت العود عندي هنا واحد الكمية ديالي عدس البلدي عندي تومة عندي رسل حانوتس مع حلقة كبيرة اللي كان نحتاج عندي حلبة البلدية وعندي حبة رشاد حبة الرشاد وعندي معلقة كبيرة ديال السمن وعندي الرباع قوزبور مع دنس مقبطعين وعندي معلقة كبيرة ديال خرقوم معلقة كبيرة ديال زنجبيل ومع القصغيرة ديال اللي بزار ونملحها على حسب الضوغ ومهم هدو ما المقادير ندود ديال الطريقة كنناخد واحد الإناء اللي غنطي فيه دجاج أنا ندرت كوكوت ودرت فيها دوك التوابيل ودك الكاس ديال الزيت العود ودرت التومة ثم النص حكيتو وننص لاخر خليتو ساين مهم درت كوشي دابا وغنديرو دابا فوق النار قطعت البصلة قطعت علات الشكل هادا يعني بحلش اللطها وصافي درتها معاهم ودابا غندير الزعفران غنخويه حتى هو ومهم دابرا فوق النار وغنخلي كوشي كيطيب غندير فوق النار ضفت دابا لعدس والحلبا وحب برشاة وضفت قصبا ورمع تنوس ضفت تقع المكونات ضفت معلقة كبيرة ديال السمن ومعلقة كبيرة ديالرسلحانوت يعني كل شي ضفته خليجو دابا كيتقلم زيان باش يشرب هذيك هذيك اليقامة اللي دابا من بعد ما تقلم زيان دابا غنزيد عليه الماراق اللي غايكفاه واللي غايطيب ليه فيه دجاج ويضيب كل شي دابا غنصد الكوكوت وغانخليه دابا غندوزل العجين كنحتاجو الفورس دقيق او كنحتاجو دقيق القمح او فينو انا البندرتش دقيق القمح وين دابا كنعجل العجينة كندير فيها شوية ديال الملح وشوية ديال الخميرة غير شوية قليل بسف او كنعجنها العجينة بحال ديال المثمن كندلكها مزيان دابا غنغطي العجينة نخليها ترتاح شوية دابا جمعت العجينة ديالي دابا غنبدن شكل اللي بول صغار وغنبدن حطفها حتصينية حتى نكمل العجينة كلها يعني كنقبزها هكا وكان بدن حط حتى نكملها كلها من بعد ما كملتهم كلهم دابا غنبدن نقرس غن ناخد بوحدة 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 وغن نقرس همزين يعني نسرح همزين وغن ندير هنوريكم الطريقة كيفش من بعد فشتا ندير الخبزة الليولة غن نديرها في المقلع وغن ندير الأخرى من فوقها وكان مقرن نقلبهم بحلاكة دابا غن ندير واحدة ثانية فوق بالمطب هذي كل تحت وكان مقرن نقلب حتى ندير واحدة الكمية كبيرة سوف يبعد فشتا طيبه وكان نحلهم هكا بيدية وكان مقرن نقطع هذي طريقة سهلة وسريعة وضغية كيوجد المهم هانتو ممكن ما كتشوفو وانا درتهم صغار باش نتحكم فيهم ويجيوني صغار ما بيتش نكبر الخبزة بزف من بعد فشكملت كل شي قطعتو ومن بعد ما طاب الجيز هو اللي شوية كيكون قاسح رغم عرفي البلدي كيكون شوية قاسح يعني طاب مزيين كل شي طاب مهم لغزالة دياليا دوي الشكل النهائي ديالا رفيسة هنتمو كتشوفو كيفاش كتجيز ووقتها بالبيض او اللوز او واحد البرد ديال ايتي بالضعفران انا بعدك يجبني معاها مهمو هنه يحطت تنتمنى انه يجبكم هادلا فيديو وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة